ترجمة نانسي قنقر 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 باب المريسة تنظيم بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية والتعليم وكذلك مع جمعية اليد في العجين احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للماء وكذلك بدعم من الحوض المائي هذا اللقاء الذي سيترأسه وزير الجهيز والماء هو برنامج سنوي يخص تلاميذ مجموعة بالمؤساة التعليمية بطراب المقاطعة الغاية من هذا البرنامج هو إشراك القصر بمعية المدرسة في عملية الحفاظ على الماء من خلال برامج توعوية من خلال أنشطة مسرحية ومن خلال أشريطات وطائقية إذن هذه العمليات كلها كانت عبارة عن إنتاجات تلاميذية تمت مصابقة بين المؤسسات التعليمية واليوم نعلن الفائزين الأوائل في كل مشروع من المشاريع بالإضافة إلى المشروع الذي هو مشروع كبير متكامل للمحافظة على الماء عن طريق التلاميذ والأسر من خلال الفاتورة الماء التي ستقدم وبالتالي سنرى كل أسرة ما هو التلميذ والأسر التي حاولت في ضرف هذه الستة أشهر تقتصد على الماء بشكل تدريجي إضافة إلى التعميم الجريبة التي بديناها في مدرسة أحمد الجريري لإستعمال المياه المستعملة في عملية السقي داخل المؤسسة وبالتالي هذا هو مشروع الذي سيتعمل على تراب المقاطعة وبالتالي على تراب الجامعة الغاية منه هو أن تكون عملية التحسيس والحفاظ على الماء تنطلق من المدرسة إلى الأسرة أسم الله أحمد الرحيم اليوم حضرنا مع سيد نزار باركة وزير الماء هذا اللقاء الذي هو لقاء جد مهم حول ترشيد المياه ومشاركة مع مؤسسات تعليمية وكان واحد العرض قيم للمجموعة من المؤسسات تعليمية وكان أيضا جوائز جد جوائز مجموعة من الجوائز لمجموعة من الفائزين في المدارس حول ترشيد المياه ونحن أيضا قدرنا كمجتمع مدني وكساكنة وكسكان يجب علينا أن نحافظ على الماء وهناك واحد طريقة اللي هي جد مهمة مؤخرا واحد جمعية دارت واحد ترشيد دي المياه جد مهم هو أن الماء اللي يغسلوا فيه يديهم دراري في المدارس داروا الواحد السقاية وهو اللوك يسقو به النباتات ونقوله بأننا خاصنا نحافظ على الماء وفي الخطاب المالكي الأخير اللي جاء حول ترشيد المياه خاصنا كاما نحافظ على الماء لأنه ماء الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حيا وشكرا السلام عليكم عبد وعد حبيبي رئيس الجميع المعرفية لتفلعجين نحن اليوم سعادة جدا أولا ما نحتفله باليوم العالمي للماء من خلال هذا الحفل التربوي حفل اللي هو طب العلمي إنجاز تنميذات وتنميذ مؤسسات التعليمية الذي ينتمون لمقاطعة بالمارسة وكذلك سعادة بالحضور للسيد وزير وزير الجهيز والماء في شخص سيد محترم نزار بركة الذي شرفنا وترحص هذا الحفل وبالتالي أننا كمجمع مداري كقطاعات وصية كمجلس مساحبة نحن ننفده ونلتزمه بالتوجيهات الملكية السامية لترشيد استعمال الماء أكيد أن الماء هو موضوع آني وموضوع اللي عنده اهتمام هالمي وبالتالي نحن ننخلطه كشركة لا كجميع مغربية في العجين ولا كمجلس مقاطعة المرسة ولا كذلك المديري الإقليمي لي وزارة تربية وغانية وتعليم الأول والرياضة وكذلك وكالة الحوض المائي لأبي رقرق الشاوية نلتزمه كشركة لتنفيذ هذه الستراتيجية الوطنية والتدابير والإجراءات الحكمية لترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه لأن حفل متميز هو برنامج نوعي اللي هو اللي هو طبعا يتحاج شغلنا عليه من خلال الأول اللقاء دراسي نبتقع هنا برنامج اللي هو برنامج السيتنا يعني المصور الوطني برنامج اللي أطلق عليه اسم الذهب الأزرق ببيتي ومدرستي الهدف من هذا البرنامج اللي هو برنامج اللي هو تحسيسي التوعوي وكذلك الهدف منه أن نوصله للساكينة ووصله كذلك مصال التنمية والهدف المحور لهذا البرنامج هو التنمية بباقت تابع سبار التنمية هو شرك أساسي في لعبة المشروع وبالتالي قدرنا أن ندمجه ما بين المدرسة وما بين الأسرة من خلال التنمية فشنا ننخلقه برامج ومشاريع لها كالتهدف ترشيد سعمال الماء لها مندمجة ما بين المدرسة وما بين الأسرة وبالتالي قدرنا نحققه بعد الزواجية دير الشغال وكن نخلقه واحد الرابط ما بين مؤسسة ومدرسة هو التنميذ وكنتمنى أننا نكون أحققنا الأداف المنشودة لتوجهات الملكية السامية من خلال الولايات الشرعية لهذه السنة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك شكرا على المشاهدة